سنبتدي أيضا بمنتخب كرة اليد سوداسي نادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي بيقوده أو ضمن كتيبة منتخب مصر اللي استطاعوا أن هم يتأهلوا للدور الرئيسي بعلامة الكاملة منتخب مصر لعب ثلاث مباريات ابتدى في المباراة الأولى مع كرواتيا فريقا قوي جدا وعنيد ولكن استطاع المنتخب أن يفوس فرق كبير على كرواتيا المباراة الثانية كانت مع فريق منتخب المغرب المباراة الثالثة كانت مع أمريكا والحمد لله المنتخب قد أداء جيد جدا اتأهلنا للدور اللي بعد كده في الكأس العالم أو بطولة العالم طيب معنا مين أو هنلاعب مين هنلاعب بلجيكا وهنلاعب البحرين وهنلاعب الدنيمارك ثلاث مطشاط يعني نقول طبعا البحرين فريق جيد وإنجاز كبير أنه يطلع للدور الرئيسي ولكن بلجيكا طبعا مباراة مش سهلة وأيضا الدنيمارك يعني هنتكلم عن حزوز طبعا الفريتين خاصة أن الدنيمارك يتأهلك من مجموعتها بالعلامة الكاملة أربع نقاط برضو فطبعا ده هيكون هيصعب علينا لأنه طبعا الدنيمارك فريق كبير فريق جاهز فريق من الفرق القوية العنيدة فأتصور أنه يبقى الدور الرئيسي أكيد أقوى وأصعب من الدور التمهيد الحاجة اللي عايزين نقولها أنه منتخب مصر حتى الآن الحمد لله بيقدي أداء كويس لأنه فيه تنوع في طرق اللعب وفيه صف تاني بدأ يظهر في منتخب مصر وده صف صغير يعني كان في 21-22 سنة الصف ده إن شاء الله ممكن يقود أو يبتدي ياخد الخبرات اللي بيها بعد 3-4 سنة هو الجيل الكبير منتخب مصر عنده كدرة وتنوع في خطة الهجوم والدفاع فيه صلابة دفاعية يمكن يكفينا أن المصري لعبنا لعب النادي الأقل ومنتخب مصر حصل على الأحسن مدافع في التصفيات طبعا كل الكلام ده أكيد مش هنطول في الخبر ده لأن كابتن محمد الألفي أكيد عنده المزيد وأكتر منه كتير طبعا في تحليلاته ورؤيته والسوداسي النادي الأهلي اللي بيشارك مع المنتخب طبعا عبد الرحمن حمايد حارس المرمى وأحمد خير ومحسر رمضان ومهاب سعيد وإبراهيم المصر وأحمد عادل والكل الحمد لله لهم دور الكل يعني مؤثرين مع المنتخب طبعا مع كل اللاعبين الأخرى يعني ولكن السوداسي حتى الآن ماشي بشكل جيد أتمنى التوفيق لمنتخب مصر شكرا